عايز اقول لكم ان فرج الله عز وجل جلها من حيث لا تحتسب احنا ساعات بندعي لما نبقى وعين في مشكلة ساعات بندعي بكارسة كبيرة جدا نقول يا رب الكارسة اللي فيها ورب كذا ورب كذا وندعي ربنا اللي هلنا كده غلط غلط اصلا سبحان الله شوفوا شوفوا مثلا يعني اقول ايه مثلا يعني الجبابرة اللي هم يعني تجبروا في الارض شوفوا سيدنا موسى مثلا وفرعون ايه اللي حال شوات مية مش عارفة مين ان امرود مثلا او سيدنا ابراهيم كان عمل عليه النار وبتاع يلا دبانة مش عارفة مين بعوضة جات حاجة لا تتخيلها انت فانا مش عايزان ان احنا يعني انا مش عايزان ان نبقى في مشكلة ونبقى في حاجة نحط في دماغنا هو الحل ده بس لا غلط اقول كده يا رب انا وكلتك ووليتك حلا بقى بقى عندك رب وبطريتك وبالطريقة اللي انت عمله المشكلة بتاعت البنوتة العسولة اللي الله سبحانه وتعالى يامن عليها بالستر وفرج الامر بتقول حاجة عمري ما كنت تتخيل حاجة بسيطة جدا ما تتخيلوش انها ممكن المشكلة تتحل بيها عشان كده انا النهاردة بقول لكم يعني تعالوا نفرح بربنا سبحانه وتعالى تعالوا نفرح باسم الله المهيمن اه العلماء قالوا المهيمن اللي هو ايه اللي هو لا يخفى عليه شيء الرقيب لا تخفى عليه خافية لا في الارض ولا في السماء السر بتاع اسم الله المهيمن ان ربنا يعلم كل حركة وكل سكن يسمعك لو اتكلمت لو اتحركت هو برضو يعرف الحركة بتاعتك لو اضمرت شيء يعرف ربنا بيراك لو انت روحت كده ولا روحت كده ولا استخدر ربنا شايفك يعلم اللي في قلبك ويعلم اللي جوه ويعلم اللي في نيتك قالك من لوازم اسم الله المهيمن انك انت انه هو مهيمن على كل الجوانب وعارف كل ما يحيد بالامر ده انت لو جت تقول مثلا ده انا عرف المشكلة دي ده انا الجانب لا 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 ممكن يخفى عليك بعض الحقائق والبس تلاقي خافية عن الجانب من الجوانب انت مش واخد بي لكن الله المهيمن مش معناه كده لا ده هو ملم بجميع الجوانب للامر وللكون وللملكوت كله كمان من لوازم اسم الله المهيمن انه بيعلم كل شيء كل حركة كل سكنة كل خاطرة جواك من لوازم اسم الله المهيمن انه بيملك عليك القدرة التمة له القدرة التمة عليك وعلى العباد وعلى الملكوت الله سبحانه وتعالى عنده القدرة التمة على العباد والقدرة التمة للمصالح العباد وهو الوحيد القادر سبحانه انه يحقق مصالح العباد عنده قدرة وعنده علم لا نهيل وعنده حكمة في انه هو يقدر المخدور لك ده فقدرته مطلقة عند الله والقدرة المطلقة عند الله وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إنهم لا يعجزون أبدا عمرهم ما يعجزوا ربنا في حاجة زي كده هو عز وجل مهيمن عشان عباده من أجل عباده مهيمن عشان يحفظك مهيمن عشان يرب العباد مهيمن عشان يعالج العباد مهيمن عشان ياخد بإيدك لطريق الخير والسعادة والطاعة والرضا هل تتصور أنه في مؤمن بيقن بجوه قلبه بإسم الله المهيمن ويحصل له فاجعة هتحصل لكن جوه إيه أنا عند يقين ربنا هينجيني منكم وينجيكم منه ومن كل جرقه حد يبقى عنده مشكلة وجوه إسم الله المهيمن مستحيل حد يقلق وجوه إسم الله المهيمن مستحيل بص لما أنت تكون مع إسم الله المهيمن فأنت في حصن حصين انت مع مين مع القوي القادر المقتدر الملك المليك اللي بإيده مقاليد السماوات والأرض انت مع الله الواحد الأحد الفرد الصمت الذي لم يلد ولم يلد ولم يكون لها كفة الأحد مين اسم الله المهيم لو كنت مع الله عز وجل بقلبك ويقين قلبك بده أبدا عمره ما هيخيب مسعك أبدا ولا عمرك تشعر لا بإحباط ولا بيأس ولا أنت مع الله المهيم بقيده كل شيء مش سهل أبدا أن قلبك يجيب الأمر ده بس بالتعود وبالتدريب وسهل بالاعتقاد وبيقين القلب ومش حاجة صغيرة ولا حاجة بسيطة على فكرة ده حاجة كبيرة جدا جدا أن يكون الله المهيم خالق السماوات والأرض بيدعمك بيأيدك بينصرك بيحفظك بيوفقك ده الخير والسعادة في الحاضر والمستقبل في الدنيا والآخرة مع اسم الله المهيم الشقاء والخزي والعار للي روح بقى العبد من عبيد الله المهيم يعني عبد من عبيد المهيم لا والله إحنا مع الله عز وجل المؤمن بيبقى عايز كده عارفين أنه يخلي قلبه يرتدي سوب الإيمان والتقوى وإنه بإيه أنه يصق في الله أنه يخلي قلبه يصق في الله السقة التامة سقة خلي شعور القلب أنا الحمد لله ولا تهن ولا تحزن أبدا ليه لإني مع الله قلبه فيه شعور بالتسليم التام إن ربنا بيحبك وإن ربنا بإيده الأمور كله وهيوفقك ليه لإني مع الله المهيم الله عز وجل هو المهيم فأنت هتحزن إزاي ولا عمرك هتحزن أنت معافة من الخوف معافة من القلق معافة من الإحباط معافة من اليأس بصوا يا جماعة أنا لما حبيت أشارككم بمشاركة البنوتة العسولة دي لأن فعلا زي ما قلنا اللي عايش مع أسماء الله الحسنة حياة ونجاة لما أعرف ربنا أعرف أدعيه صح ولما تعرف تدعي ربنا صح وتختار الإسم المناسب للحالة النفسية اللي أنت فيها أو للموقف أو الابتلاء ربنا ينجيك منها قد الله سبحانه وتعالى يمننا علينا كنا زي مفرح قلبه يفرح قلوبنا وقلوب كل اللي بتفرج علينا يقول أمين إن ربنا يخضي له حاجاته بأبسط الأمور ويفرح قلوبنا قلوبنا بتفريج الهم اللهم أمين